علبة التونة بقت غالية جدا. فانا قررت ان انا هعمل التونة في البيت. عايز اقولكم انها طلعت خطيرة بجد. اه ولزيزة وكمان اه مضمونة. عندي هنا كيلو من السمك المكريل. غسلته كويس. اه نقعته في اه ميا وملح وخلي المدة ساعتين. بشيل بقى عندي هنا الراس. وبقطع كل سمكة لتلت قطع. او حسب طول السمكة يعني. جبت حالة حطيت اه اه ورق لورة وفلفل حصا. بابريكا. وطم بودر. وبصل بودر. وحطيت ربع كوباية من الخلم على اقتين ملح. وكمان حوالي تلات معالق من الزيت. هتزود كمان كوباية من المياه. اه احنا عايزين السمك بيستوي على البخار. مش هزود كتير. وطبعا اه بوطي النار جدا عليه. علشان طبعا ما يتحرقش مني. وبتابعه. اه بسيبه حوالي على البتجاز اه حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع. اه ما بياخدش وقت على فكرة وبيستوي بيبقى جميل. اضفت كمان هنا على الوش بصل. هنا عندي بعد ما استوى. ما خدش ساعة الا ربع وكان اه بقى مستوي بقى جميل خالص. اه هنبتدي نطلعه لو احنا حابين ناكله كده. ممكن يتاكل كده. ولو حابين ان احنا نعمله زي علب التونة. اه طبعا بفصص بقى عندي اشيل الجلد بتاعه. وبشيل الشوك. وبنظفه كويس. ويبقى جاهز عندي علبة من اه لو عندنا علبة ازاز او علبة بلاستيك. بحطه بقى عندي في العلبة. وبصفي المية بتاعته اللي كان سلقنها فيها. ويبقى اه بضيفها كده عليه. وكمان بضيف عليها اه زيت زتون. على الوش كده. زي العلب الجاهزة كده بالزبط. بيبقى عليها زيت من فوق. بس احنا عشان يبقى صحي زودنا زيت الزتون. وطبعا الاسماك البحرية معروفة انها غنية بالامجاسرية. لو عجبكم بقى الفيديو نتنسوش لايك والشير وتفعيل زر.